أعدت ثماني دول أوروبية رسالة احتجاج تتضمن مطالبة سلطات الاحتلال بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو مقابل مصادرة وتدمير مبان وبنى تحتية أقامتها هذه الدول في مناطق جيم في الضفة الغربية صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلت عن دبلوماسيا أوروبي كبير قوله إن الرسالة ستسلم إلى مسؤولين في خارجية الاحتلال في الأيام المقبلة وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال تتولى السيطرة الأمنية والإدارية والمدنية الكاملة على المناطق جيم وفقا لاتفاقية أوسلو حيث تمثل تلك المناطق أكثر من 60% من أراضي الضفة الغربية